وفي التجاوزات المسجلة ما هي إلا تجاوزات فردية فتحت في شأنها التحقيقات الضرورية وكذلك الشأن فيما يتعلق بالإدعاءات التعذيب فالتعذيب ليس سياسة دولة وإنما يظل حالات معزولة وقد فتحت تونس أبوابها لللجنة الفرعية لوقاية من التعذيب التي زارت بلادنا في شهر مارس الماضي وكانت لها حرية النفاذ إلى جميع الأماكن التي طلبت زيارتها دون قيد أو شارط كما زار تونس أيضا الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية وكانت له لقاءات مع جميع الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأقر في تقريره بالجهود التي تبذلها تونس رغم السياق الثقافي والاجتماعي وستكون للوفد التونسي لاحقا إجابات حول كل ما يتعلق بهذه المسائل ذات الصلة بالفصل 230 من قانون المجلة الجزائية ترجمة نانسي قنقر